اجتمعت اللجنة المشكلة لوضع التوصيات اللازمة حول أليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء ومراجعة لائحة الأجور في وزارة الصحة بحضور جميع أعضائها وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الصحة دكتور فراس الهوار الاتفاق على منهجية عمل اللجنة وتشكيل فرق العمل واللجان الفرعية وأكد الاجتماع أن وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن إدارة الحوار وتشكيل فريق عمل فني لدراسة واحتساب الأثر المالي للائحة الأجور المستقبلية على الفاتورات العلاجية للدولة والتأكيد بأن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن رفع التوصيات التي تخلص إليها اللجنة إلى مجلس الوزراء ولغايات تنظيمية اتفقت اللجنة على حصر التصريحات الإعلامية فيما يخص مخرجات أعمال اللجنة بالوزارة